بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سياة أعمالنا من يهديه الله فلا مضل لهم يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريط له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نتكلم أولا عن أدب طالب العلم في المجالس العلمية ناعد تقولي محقا نعم توريني لفديراني أنتوفا الله سبحانه وتعالى هذا آري فانتفاسنة تودانو أنفمنان صل الله عليه وسلم إذن بولنا فهه علوني ديرتك مني بتواطني فانتبنى عببلا بلائني أتسكي زنه بولنق إرزك المكسكي فالانكون بزهي أولا يتأدب لا يتكلم يعني ممنوع أن يتكلم أحد مع صاحبه نعم الآن نقول هذا نقول لا أحد يتكلم أترك التليفون أترك كل شيء الثاني لا بدنا تقارب لا تبتعدوا هكذا تقربوا علينا قليلا فاروح بلاينا نساني أداب فالنا نبوم بزين نفتادياغنا فالنا نوزي ني فانا كيكيزنن ليولو فانا زارة عايب أن طالب العلم يعني يجعل المساجد أماكن للعب بالهاتف مثلا أو التصوير طالب العلم لابد أن يبتغي بطالب العلم مرضات الله سبحانه وتعالى يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليه وسلم والسلف الصالح سبحان Wirszel ف Этот سبحاني والان موسيقى إذا تقصر من الضحك هذا معنى أنك أنت ضحك لست بطالب عين هذا آخر واحد آخر واحد لا أحد يتكلم لا أحد يتكلم في طالب العلم ويؤدي حقوق ستة لا أحد يتكلم 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 كذلك المدارس الشرعية عندكم لا أحد يتكلم 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 الثالث حق مع زميله مع صديقه نعم المؤمن مرآة أخي المؤمن لابد أن يحث من كان معه في طلب العلم يحثوا على الطلب يشاعدوا على الحفظ يشاعدوا على المراجعة لابد نتعاون على البر والتقوى لابد نحافظ على الكتاب لابد نحافظ على الكتاب لابد نحافظ على المصاحب لا نقرأ أي كتاب لابد نقرأ في الكتب المؤلفة من الأئمة نعم لا نقرأ الأهل الباطل لا نقرأ لا في التوراة ولا في الإنجيل لا نقرأ عندما نقرأ لابد هذا الذي نقرأ نفهم لكن لا نقرأ غير منا لا نقرأ فهي أعطيه وطفاقه أن يتعطيه كيف يتعطيه السبب الان عبد المؤدي مع المداريس مع الشيخ نرى بعض الناس يتمسح في المشايخ يسجد لهم يركع لهم و بعض الناس يسب العلماء نحب 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 العلماء كان يتريبه أن يستفيدنا سفرنا عندما يستمع منه أنه يحتاج إلى أن يتعامل يتبع حصله لن تتعامل يحبون تحفظ المتونة التي أوصى بها العلماء مثل مثلا متن الأصول الثلاثة متن كتاب التوحيد تحفظ هذا المتونة تتعلم ما فيها تعمل بما فيها تدعو تعلم تحفظ هذا المتونة تحفظ هذا المتونة تحفظ هذا المتونة تحفظ هذا المتونة فهذا ليش مكتاب عليك